تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة التوقعات وتوقعاتنا للأبراج ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أزار 2024 وبداية مع مولود برج الحمل يلا عم نشوفه عم يستعد لمرحلة مهنية مهمة وكأنه أصبحت ضرورية وملحة بالنسبة له وبذات الوقت ما رح يتردد أبدا بتنفيذ وبمتابعة الإجراءات يلي بتخص هاي الأجواء وبذات الوقت عم شوفه مشاركة مهمة بانتظار مولود برج الحمل والحماس على السفر عاطفيا قصص كتير عم بتخليك القام بالعلاقة مع الشريك وخصوصا أنه المواقف والأشكالات السابقة يلي أنت مرات فيها بالسابق تعتبر هي السبب الأساسي بكل الشكوك والقلق يلي مسيطر عليك ولكن هي مجرد شكوك وقلق يمكن تجاربك السابقة يمكن مواقف سابقة تعرضت لإلها فأنت ما تحكم على العلاقة مع شريكك العاطف بسبب مواقف قديمة مولود برج التور رح تتلقى دعم مادي ومعنوي من جهة بتوصق فيها وبتوصق فيك تحديدا ومذات الوقت عم بتفكر تاخد إجازة من العمل ومن المتوقع يحصل تقارب بينك وبين جهة خاصة متمع أو فهمتك عن طريق الغلط عاطفيا عم بتراهن على إمكانية إصلاح العلاقة مع الشريك ولو ضمن مساحة أو حسابات معينة والوقت يعتبر كفيل لتوضيح بعض المواقف السابقة بين الطرفين مولود الجوزاء رح تضطر لمسامحة بعض الزملاء أو أحد الأشخاص يلي أخطأوا بحقك في العمل وبذات الوقت بانتظارك فرصة جديدة وفرصة جدية ومفصلية رح تقويك وتحدد شخصيتك الجديدة في العمل عاطفيا تبريرات الشريك مرح تقنعك مية بالمية ولكنك مجبر على الأبول الأفية والتعامل معه من باب تهدئت الجو بينتكم مش أكتر فأنت من أول السنة بتدى الحسد والعين يسيطر على علاقتكم سوا مولود برجاء السرطان كلية اللي حوالك عم يسرقوا جهدك وتعبك وأفكارك المهنية وأنت مش قادر تحكي أو أنك تغيرت من الواقع الحالي بالشكل المطلوب ولكنك أخذت قرارك النهائي بترك وظيفتك والانتقال لشي جديد ولكن هيد الخطوة بعدها مكتملت نهائيا عاطفيا عم تتأثر فعليا بالأحداث اللي عم تحصل معك يوميا ومن المحتمل هيدا شي يوتر علاقة ما بينك وبين الشريك ما لم يتم التعامل معها بشكل منطقي ومدروس أكتر مولود برج الأسد عم شوفك مهتم بتغيير اتجاهك المهنية ورح تلتفت أكتر للأعمال المستقلة أو المشتركة مع جهة بعيدة وفي مساعي أساسية لأتمام الأمر بشكل أسرع ومتابعة صحية بتخصك عاطفيا مهما حاولت أنك تخفي مشاعرك عن الشريك فتصرفاتك مطمعته فيك وهو بيعرف كتير منيح قلبك الطيب وكرمك معه ولكن يلي مزعلك منه هو أسلوبه وردة فعله العصبية معك فغير طريقتك معه تحديدا لا ترتاح بالعلاقة مولود برج العزراء في محاولة أو قرار للانتقال لعمل جديد فأنت قادم على بدايات جديدة بعيدة كليا عن كل الضغوطات السابقة يلي حصرتك بالفترة الماضي وفي سفر قريب بانتظار الأغلبية منكن وكمان عم شوفك أنه مولود برج العزراء في تعاون مع جهة سابقة مع محيط عمل سابق كأنه عارفوا قيمتك بلشوا يقدروك أكتر بلشوا ياخدوا برأيك وكمان حبينك ترجع تشارك معهم عاطفيا تصرفاتك أحيانا عم تأذي العلاقة مع الشريك ومن غير ما تحس ومن الضروري تحافظ على سرية علاقتك مع شريكك العاطفة ومن غير ما تحكي أي تفاصيل بالعلاقة لأي شخص مقرب أو بعيد منك أو بعيدا عنك يعني مولود دع برج الميزان ابتدت تسهل قدامك الطريق من النحية المهنية وبذات الوقت الفلك عم بتحدث عن مكاسب مالية بطريقة لألك وقرار عقاري شاغل بالك طول الوقت بالإضافة لمتابعة صحية منتزارك عاطفيا رح تتجاوز قطوع عاطفي كنت عايشه وكنت حاسه وزعجك لفترة طويلة ورح تعرف كيف تستغل الأحداث لتكون أقوى من الأول بعلاقتك مع الشريك فيه ما لو فكرت أنك ترجع تفتح الطريق ما بينك وبينه فما وقفك ما بيدل على ضعف شخصيتك ولكن إله الدلالات كتير مهمة عنده وكأنه شريكك العاطفي عم يفسرها بمطرح تاني مولود برج العقرب عم شوفك الآن وعقلك مع بتوقف عن التفكير بالأمور السيئة اللي ممكن تواجهك مع محيط عملك فما ما في أي مبرر لكل هيد الأفكار السوداء فحاول أنك تطلع منها وبدون ما تفكر مرتين عاطفيا رح تنجح بإقناع الشريك ببعض الأمور الخاصة فيك ورح تحقق أمني معيني عن طريقه ورح يحزدوك علي الكتير من الأشخاص يلي حوالك مولود برج القوس رح تقوي حضورك المهنة بالمخفي وبشكل سري لبينما تتمكن من فرض هويتك المهنية بأسلوب أفضل ورح يدعمك شخص مهم فخليك كتوم على أسرارك عاطفيا الشك بتصرفات الشريك وبمشاعر تجاهك رح يخلي مزاجك مشوش فانتبه وخصوصا عند المرتبطين بعلاقة سليمة وأما البقيين من موليد برج القوس فمزالوا تحت تأثير الفراغ العاطفي والمواجهات الصعبة مولود برج الجدي عم تشعر بالملل من الواقع المهني اللي انت عم بتعيشه حاليا فكأنك مكتف أو مربوط ومش قادر تغير أي شي حولك وبذات الوقت عم بتنتظر خطوة أو مبادرة من شخص معين لا تحسم أرارك النهائي بالتغيير الموعود فيه عاطفيا أنت ضحية أفكار غير منطقية بالعلاقة مع الشريك فمتطلباتك وأحتياجاتك بتطلب منك تقديم التنازلات والإجابات الواقعية فجو العلاقة بينتكن حلو كتير فما تتسرع بالحكم على ردة فعله معك مولود دا برج الدلولة يبدو أن محيطك المهني عم يفهمك بالشكل الصحيح مهما حاولت أنك تشرح أفكارك أو تعبر عن اسلوبك أو تغير من اسلوبك وتوقع نقلي قريب بانتظارك وكمان عم نشوف فيه عطبة بيت أو موقع عمل جديد عاطفيا عم بتعيش أسير واقع عاطفي مرهوم بخطوات الشريك ولا يبدو أن شريكك العاطفي بييده مفتاح الحل وكمان مفتاح الحل كأنه مرتبط بين الطرفين فمفروض أنكم تتحركوا سوا وأما المتزعلين والمتخاصمين فكأنكم دخلتوا بمرحلة الانقطاع التام بالعلاقة وآخر أبرج معنا مولود برج الحوت عزيز الحوت انتبه من المغامرات المهنية الغير محسوبة وركز على الفرصة المناسبة وخصوصا أنه الفلك عم يتحدث عن بداية مهمة بانتظارك بالإضافة لدعم عائلة مستجد رح يريحك كتير عاطفيا الشعور بالوحدة يبدو قاسي جدا عليك وتبدو متخوف من الدخول بقرار جديد وما زلت أنت بعدك معلق بالماضي وبذات الوقت عم نشوف خطوة مؤجلة أو احتياطية تركها للتوقيت المناسب هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية ابتداء من الأسبوع الأول من شهر آزار 2024 لكنه على بينهم يعرفوا أكتر شو نخبينهم نحظ الفلك الأسماء الأرقام وكمان دلالات الخريطة الفلكية يوم مولدون تأثيرات عليكم تأثير البيت الثالث يلي بعدنا عم نحكي أنه شو ممكن يكون أنه تأثير البيت الثالث بظل بلوتو أنه غير موقعه وكمان ودخل على برج قدلو لكان فينا نقول أنه في كتير قصص ممكن أن يكون في إلها دلالات من خلال توافق مبان قسمنا وقسم والدتنا والخريطة الفلكية وكيف ممكن نستفيد من الدلالات الإيجابية وكيف ممكن نحمي حالنا من الدلالات الفلكية السلبية لكنه يمكن أسئلة كتير عم بتدور برأسكن وحبين تعرفوا أكتر عنها وتعرفوا تفاصيلها ففيكن تحكوني على 0961-7177-85-86 ورقم الثاني لهو 0961-777-85-87 خدمات تطبيقات الواتس أكوى الإيمو والبطين متوفرة عبر هالرقمان لكل على بينهم يحكوني فأهلا وسهلا فيكم دالكم بألف خير وبي باي